السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد في كناتكم تربية بيتي. طبعا ديها تلك تاكيت اللي تبهدلت معانا. زي ما احنا شايفين كده. هنحاول على قد ما نقدر نعوضها عن اللي حصل. من حيث نديها منشطات نمو. على اساس تكبر معانا بشكل سريع جدا. وانا عاملالهم الخلطة اللي قدامهم ديا. عبارة عن بيضة مسلوقة. اه بيضة مسلوقة. بصلايا مبشورة. وتوم مبشور. وبنجر. كل الحاجات ديت ليه? علشان ديهم طاقة وحيوية ونشاط تاني. وهنديهم من اهم المنشطات اللي موجودة معانا. المنشطات الطبيعية طبعا. القرفة اه والزان جميل. عايز اقول لكم على فوائد القرفة وطريقة استخدامها والنسبة الصحيحة اللي هنستخدمها بيها. وبرضو الزنجبيل ازاي نستخدمه لان الزنجبيل استخدماته لازم تكون بحذر وتكون بطريقة صحيحة لو استخدمناها غلط بيجيب نتيجة عكسية. وبرضو اي عشاب بنستخدمها غلط بتجيب نتيجة عكسية. نبدأ مع بعض كده بالقرفة. القرفة دي بتزود الافرازات بتاعت الجهاز الهضمي. آآ يعني بتخلي الكاتكوت يهدم اكتر وبالتالي تعتبر منشط نموه قوي جدا. كمان فيها حديد وكلسام وماغنسيوم. نعمصر دي مهمة قوي لحيوية الطائر. كمان بتزود من تضفق الدم في اجهزة الجسم. وبالتالي بتنشط الدمر الدورة الدموية. فبالتالي بيزيد نشاط الطائر وبيزيد اقباله على الاكل. كمان لها تأثير على البكتيريا الضرة عشان هي بتضي على البكتيريا وبتزود الدرة وبتزود نشاط البكتيريا النفعة في الامعاء. كمان بتعمل على امتصاص الاكل المهضوم. كمان القرفة مضاد اكسادة قوي جدا بتحمي جسم الطائر وبترفع المناعة بتاعته. وهي كمان مضاد فيروسات يعني بتقلل من انتشار الفيروسات في جسم الطائر. وبالذات اللي بتسيب الجهاز التنفسي. القرفة كمان يا جماعة بتعتبر يعني مضاد دحاوي قوي جدا. وبتمنع تلف الخلايا. مضاد الميكروبات والفيروسات كما قلنا. القرفة تعتبر يعني مضاد للجرسيم وبالذات بتقضي عليها السلمونيلا. ومنشط قوي جدا. طيب ايه هي الكمية المناسبة للقرفة? انها بنحط معلقة صغيرة لكل كيلو علف. معلقة صغيرة لكل كيلو علف. اه لو هنستخدمها اه على على خلطات يعني. لو هنستخدمها على عسل في مية. هنحط معلقة صغيرة على لتر مية. ونحط معاهم معلقة عسل. وندوبها ونقدمها للطيور بتاعتنا. اه مرتين في الاسبوع. يعني كل يومين مرة. ممتازة جدا جدا في تسريع نمو الطيور بتاعتنا. تاني حاجة معانا وهي الزنجبيل. الزنجبيل مهم جدا جدا في زيادة الوزن وفي سرعة النمو. لانه بيساعد على حصول الطائر على اعلى وزن بقى اقل كمية علف. ليه? لانه بيعمل على تقليل معامل التحويل. يعني بيخلي الطائر ياكل وليل ويكبر بسرعة. انه هو محفز نمو قوي جدا جدا. كمان محفز للمناعة. بيقلل الاسابة بالامراض والفيروسات. كمان بينشط الدورة الدموية. كله دور فعال ومهم جدا في الجهاز التنفسي. وكمان برضو مضد اكسادة ورفع مناعة. بس الزنجبيل لازم نحزر منه. ما نزودش من النسبة بتاعته. لانه لو زاد بينقلب لشكل عكسي. الزنجبيل يعني لو زادناه عن حده. بيتقلب للعكس بتاعه. تماما. اهو الزنجبيل مطهر للمعدة. وبيقضي على البكتيريا. كمان فاتح شهية. وبيرفع معدل التحويل الغذائي. بيعالج عسر الهض. اه بيعني بيعمل الوقاية للطائر من نزلات البرد. وده ما احنا حتاجينه جدا في الفترة العمر الصغيرة ديا. بيقضي على مشاكل الجهاز التنفسي. بينق الدم. بيقوي القلب. بيحمل كيلة والكبد من التلف. اه بيساعد على تدفئة الطيور في الشتاء. عارفين احنا المعلومة دي انه هو في الشتاء احنا بنستخدمه لتدفئة الطيور. تمام? اه ايه النسبة السليمة للزنجبيل? ان انا بنستخدم اه جرام. واحد لكل كيلو عرف. جرام. انت خيالين جرام ده ايه? يعني اد راس كابريت. فما حدش يحوط زنجبيل كتير على الاكل للطيور بتاعته. يكفي اد يعني اللي هو ايه? اد راس عودي كابريت كده. اد راس اد راس عودي كابريت زنجبيل لكل كيلو عرف. لو الفراخ بتاعتنا او كتاكيد بتاعتنا تستهلك في اليوم كيلو عرف يبقى نحط لهم في اليوم جرام واحد من الزنجبيل. على حسب عدد الفراخ بالشكل ده يبقى على حسب عدد الفراخ. ليه? لان احنا لو زودنا الزنجبيل نثبته عن كده بيعمل العكس وبيدعي في الكاتكوت وبيخسسه. اه طيب نستخدمه كم مرة يكفي مرتين برضو في الاسبوع او يومين وراء بعد كل اسبوع كفاية جدا جدا جدا. اه الزنجبيل حلو جدا ولكن بنسبة بسيطة خالص. الاثنين دول من اهم منشطات النمو اللي بيحتاجها الطائر في المرحلة اللي احنا فيها دي. وكمان منشط نمو ثالث حاب اقوله برضو في الفيديو وهو النشا. النشا من منشطات النمو الجميلة تكلمنا عنها قبل كده. انا النهاردة تكلمنا عن ثلاث انواع منشطات نمو طبيعي. يعني ايه منشط نمو? يعني حاجة بتحفز وتزود نمو الكاتكوت. بتكبر الكاتكوت وتخليه ينمو اكتر. بسرعة اكبر. الاكل يجيب معانا نتيجة بسرعة. فالمنشطات النمو دي مهمة جدا بدل ما نشتري منشطات نمو. شايفينه ما بياخدوا آآ عدة البيض ويجروا بها ازاي? طبعا البيض ده اعلى بورتين ممكن نقدمه للكاتكوت عندنا. يعني ازا عندك بيض تقدر تستغني عن بضاية. مش هنحطها كتير مرة ولو مرتين تلاتة كده في الدورة كلها. وهم لسه صغيرين في ايامهم الاولى. محتاجين بضاية بطين تلاتة. كل كم يوم كده تحطي بضاية هتفرق جدا جدا. بحيويته ونشاطه صحة الفرخ معنا. آآ وهتفرق في تغزيته وفسرعته على انه هو هيكبر. ان شاء الله بقى الفراخ ديت يعني اللي يعيش منها على قد ما يعيش. وان شاء الله هجيب برضو حبة تانيين. علشان انا محتاجة يكون عندي فراخ للبيض بازن الله. فبعد اجازت العيد بقى كده ان شاء الله نجيب شوية بيت شوية في كاتاكيت حلوين كده كمان. آآ بس طبعا هستنى لما دول يكبروا شوية ويطلعوا برا المكان. واجيب التانيين مكانهم. آآ يعني اتمنى يكون الفيديو النهاردة مهم. آآ يعني افاتكم بالمكونات التلاتة اللي اتكلمنا عنهم. لسه فاضل يوم المكونات اتناشر آآ مكون. فلسه فاضل حاجات تانية كتير. هنتكلم عنها بالتدريج في الحلقات اللي جاية او في الفيديوهات اللي جاية. على حسب مرحلة النمو. احنا في المنحلة ديا ما نقدرش ندي حاجات معينة بتبقى عالية. آآ برضو من ضمن المناشطات النمو البصل والتوم. من ضمن الحداشر اللي انا بتكلم اللي واثناشر مكون بتكلم عليهم البصل والتوم. مناشطات نمو عالية جدا. فانبقى كده اذكرنا خمس مناشطات نمو وامتازين جدا جدا. هتكلم بالتفصيل عن البصل والتوم في مرة رقائي.